شهد الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان صباح اليوم حفل توزيع وحدات مشروع عالي الإسكان على الضباط المستفيدين بوزارة الداخلية وبهذه المناسبة تقدم معالي وزير الداخلية بأسم آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته وتوفير الحياة الكريمة لرجال الأمن إطار حلقات الدعم والمساندة التي تحظى بها شرطة البحرين وتقديرا لعطائهم الممتد لأداء الواجب وصون الأرواح والممتلكات والحفاظ على المنجزات الوطنية وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لوزارتي الإسكان والأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء لتعاونها في إنجاز هذا المشروع الإسكاني وإتمامه وفق الجدول الزمني المحدد وبالمعايير والمواصفات المطلوبة وإشمل مشروع عالي الإسكاني على 21 وحدة سكنية جرى توزيعها على الضباط المستفيدين وفق تطبيق دقيق للمعايير وتبلغ مساحة الوحدة 374 مترا مربعا وفي سياق المتصل عرب الضباط المستفيدون من وحدات المشروع الإسكاني عن خالص الشكر والتقدير والامتنان وعلى الدعم والرعاية التي يحظى بها رجال الأمن من لدى حضرة صاحب الجلالة الملكة المفدة والتي تعتبر حفل توزيع وحدات مشروع عالي الإسكاني أحد مظاهرها وعلاماتها التي ستظل راسخة في العقول والقلوب وأشهد المستفيدون في كلمتهم بهذه المناسبة بحرص معالي وزير الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم لمنتسبية الوزارة وهو أمر محل تقدير وامتنان ويأتي ضمن منظومة متكاملة من الرعاية التي أولاها معالي العناية الفائقة في إطار استراتيجية تطويرية وتحديثية والتي تراعي جوانب عديدة في مجال إعداد الكوادر وتهيئتها بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية عقبه تسليم الضباط المستفيدين مفاتيح الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم وفي ختام الحفل تأفقد معالي وزير الداخلية والحضور أحدى الوحدات السكنية للمشروع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسهورين بهذه الاحتفالية البسيطة لتسليم 21 بيت في عالي وفي الواقع الأمر هذا المشروع يأتي الثالث من خلال سلسلة من المشاريع التي تم تنفيذها لوزارة الداخلية طبعا يتزامن توزيع الـ 21 وحدة اسكانية في مشروع عالي الاسكاني المخصص لمنسوبة وزارة الداخلية مع توجيهات سيدي سمو ولي العهد حفظه الله بتوزيع 4200 وحدة سكنية وهذه طبعا يأتي من ضمن البرنامج اللي عدته وزارة الاسكان لتوزيع الـ 4200 وحدة سكنية وكما دائما نأكد على أن الحكومة الموقرة تضع الملف الاسكانية على قائمة الأولويات وهذا طبعا مؤكد من خلال الدعم اللامحدود التي تبدل الحكومة الموقرة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة الموقر وفي هذه المناسبة أيضا حبيت أهني معالي وزير الداخلية ومنسوبين وزارة الداخلية على هذه المشروع والمشاريع القادمة إن شاء الله